ها؟ يحتاج؟ طيب ما في مشكلة؟ يحتاج وهذا يحتاج أيضا؟ هذا لك؟ خذ أول شيء هذول خليه تقدمه هنا عندنا خليه تقدمه نعم هذا ليه أنا؟ هذا لكي أنت طيب نعم قدم يا أخي قدم أنت مقدمه هنا ما في مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة 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 ورسول الله سيكتبقى سيكتبقى لا يوجد في العديد من مدينة سيكتبقى سيكتبقى لتطلقى بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سنتكلم بإذن الله عن أخلاق المسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله هل أنا مسلم؟ قال سل جيرانك اسأل جيرانك إذا الجيران يشهد لك بحسن الخلق بالأدب هذا معنى أن المسلم لأن المسلم اسمه مسلم سلم الناس من لسانه ويده نعم هناك أشهد أن أخلاق المسلم لك إذا كان قسم بالأخلاق المسلم لك قسم بالأخلاق المسلم هو ذلك حتى في وقوف السيارة الآن لا يضع السيارة أمام بيت الجيران لا يؤذي أحد لا يؤذي لا في الداخل ولا في الخارج كثير من الكفار يحب أن يكون جار للمسلم يتبنى يقول للمسلمين تعالوا كونوا جيران لنا لماذا لماذا يقول الكفار لأن المسلم إذا جاء في مكان يقول هم يقول الأشباح الأشباح تمشي يعني الجن ما يأتو لأن المسلم يذكر الله ففي هذا المكان لا تأتي الشياطين هم يقول أشباح موسلم لا يسمع الغينة الكفار يرفع الصوت بالغنى يؤذي الجيران موسلم لا يسمع الغينة الكفار أيضاً اشتركوا في القناة لا يسمع الغينة الكفار لا يسمع الغينة الكفار لا يسمع الغينة الكفار لا يسمع الغينة الكفار كيف الحال بخير الحمد لله ماذا تصنع في بيتك كم دفعت مهر للزوجة كم تكسب في هذا من أين لك هذه سيارة هذا ليس لها علاقة موسلم لا يكثر من السؤال موسلم لا يسمع الغينة الكفار لا يسمع الغينة الكفار موسلم لا ي Shelby إلا نظام الحام إنه لا يسمع Finish موسلم لا يسمع الغينة الكفار حتى زوجة الآخ لا يدخل السلام عليكم أدخل قال إذا أدخل قال لا أرجع قال جزاكم الله خير ما يزعل ما يقبض قرود لا يدخل نوان لا يدخل نوان لا يدخل أو يدخل الجرس أو يدخل الباب لكن لا يدخل الباب هكذا ما يرفع يدو عن الجرس أو يأخذ حجر يدخل الباب يدخل بلطف يدخل يدق ثلاث مرات قالوا ادخل أو رد عليه يدخل وإلا يمشي ما يزيد عن ثلاث مرات فإن أجلس وهذا الباب إلى البيت لا يمكن أن يجلس أمام الباب حتى ينظر في المرأة داخل البيت لا يمكن أن يجعل ظهر إلى البيت ما يعيب الطعام المسلم لا يمكن أن تقول هذا الطعام غير جيد زوجتك لا تعرف تطبخ يفسد أنت تدخل تقول خير لا تقول شر لا تفسد مع المرأة وزوجة تقول زوجتك لا تعرف تطبخ أول ما يمكن أن تلك النظيف لا تكون أحد أول ما يمكن أن تقول رأي الأن لا تفسد تطبخ لهذا النظر أولا تدخل أولا تتخل أولا تتخل أولا تتخل إذا كان في المسجد النساء آخر المسجد والرجال أول المسجد فما بالك خارج المسجد فما بالك في البحيوط باب للنساء باب للرجال ما نختلت بالنساء ما تتكلم مع النساء إلا عند الضرورة وإذا تكلمت لا تخضع بالقول ما تقول كيف حالك ولا تنظر إليها تقض بصرك كما أنت تقض بصرك أيضا المرأة تقض بصرا عن الرجل سواء كبير أو صغيرة لا بد أن نقطع وسائل الشيطان تقضعها لا تقول أنا شيخ أو هذه أختي ليست أختي في الإسلام لا النساء مع النساء والرجال مع الرجال أداب الطعام قلنا ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إذا اشتهى أكل وإلا لا يأكل قبل أن تأكل تقول بسم الله نسيت وقت تذكر تقول بسم الله أوله وآخره إذا شبعت تقول الحمد الله تحمد الله كذلك عند الشرب تسمي الله تشرب ثلاثة لا تتنفس في الإناء أيضا لا ينفخ في الشراب يعني ما يمكن يرسق الماء هكذا ما يصحان يدخل الهواء هنا لا تبعد الإناء عن فيك بسم الله نعم الطعام هذا الصحن تأكل من أمامك يعني ما تأكل من أمام هذا هذا عنده لحم لا يجوز أهان تأكد بالملعقة بشوكة ثلاث أصابع أصبعين تأخذ بها وتدفع لا تأخذ هكذا الطعام بأدك بالخمس لا تأكل بأكلة المتكبر ولا تأكلها كوسط الطعام إذا كان أنواع سلطة أنواع جزار خيار بطاطس مايونيز مثلا نعم يصح الآن هنا عندي مثلاً مايونيز وهنا خيار ممكن آخذ من هنا هذا لا يعد تعديل إنه هذا منوع لا أكل إلا بيد اليومنا قال لا تقطع ثم الشوك بالإسار لا يجوز كبيرة من كبائر الذنوب أكل بالإسار ماهي مشكل اقطع باليمين ثم خذ الشكر كل باليمين نعم فتأكل بيدك اليومنا لا تأكل باليسر حتى الأخذ والإعطاء مكروه بالشمال لا تأخذ تعطي إلا بيمينك تلبس تبدأ باليمين اللباس النعال أكرمكم الله باليمين المسجد باليمين دورة المياح مام تدخل بالشمال قبل أن تنزع الثياب تقول بسم الله حتى لا يرى كالجين لا يمكن أن تكشف العورة لا يمكن أن تكشف العورة إلا لزوجة لا يمكن أن تكشف العورة لا يمكن أن تكشف العورة العورة لا يمكن أن تكشف كذلك من الآداب الإسلامية أن المسلم يصدق ما يكذب أرد أن تنجو أصدق هذا الولد كسر هذا الزجاج وخاف من أمي ولا من أبي أن يضربوه لأن يكسر هذا ماذا يصنع يكذب حتى ينجو الكذب لا ينجي تريد تنجو خل الصدق تعالي الأبيك والأمك وقال يا أبي الصدق من جاء الصدق نجاء والله أمر بالصدق سامحني سامحك الله أعفو عني الله يعفو عنه وعنك أنا أقول الصدق أنا أقول إن أخبر أن أخبر ينجو كما يحرق ما يحرق ما يحرق ما يحرق ما يحرق ما يحرق منه أو يحرق كما يحرق من خلال المسلم لباسه للإسلام لا يلبس لباس الكفار كذلك المسلمة لا تلبس لباس الكفار لا يمكن أن يتشبه بالكفار الرجل لا يتشبه بالمرأة المرأة لا تتشبه بالرجل الرجل لا يلبس الذهب لا يلبس الحرير لا يلبس أساور لا يخلق الإذن يلبس هذا بقض للنساء ممكن الرجل يلبس خاتم لكن مثل الرجال لا يستمتلك يلبس الساعة نظارة لا إشكال في هذا لكن هذا خاص بالرجال وهناك ساعات وخواتهم ونظارات خاصة بالنساء عندنا مشكلة كبيرة نقل الكلام نقول فلان اليوم تكلم فيك وقال كذا أي واحد يأتيك ويقول يا شيخ خالد فلان تكلم فيك ايش تصنع قل أنت رسول إبليس أي واحد يأتيك ويقول أنت أرسلك إبليس بهاذا نرتاح لا أحد يأتيك ويقول كلام لأن اليوم يأتيك ويقول كلام هو رسول للشيطان نعم فلابد أننا نتأدب بالآداب الإسلامية كذلك الأذكار لا نترك الأذكار أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الصلوات الأذكار عند الأذكار عند دخول المنزل عند الخروج مسجد دورة المياه عند اللباس عند السفر ركوب السيارة مشكلتنا مع هذا الهاتف أنت في وادي تنسى الأذكار تنسى كل شيء صحيح الآن مع التليفون فقط بالتليفون يقول لي واحد يعمل في الطائرة يقول لو تسخ الطائرة والله هذا لا يدري عنها لأنه مجرد يركب إلى أنزله ويطابع في التليفون لا ذكر الله ولا شيء نسى الأذكار نسى الأذكار نسى الأذكار نسى الأذكار بغيرنا يعني الإنسان يوعظ بغيره عندما ترى الكافر لا تقول أنا مسلم أحسن من هذا يعبد صنم يعبد كذا لا تنظر إليه من وجهين وجه تقول يا رب لك الحمد والله هذا ليس بعذي من نعمة الله الحمد لله يا رب لك الحمد الحمد الذي عفاني مما ابتراكم به نسى الأذكار أنا مسلم قوي لا قل هذا من فضل ربي المسلم يختار الألفاظ الشرعية المسلم يجب أن يخبر فكرة العثم لا نسى الأذكار شكرا 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 ماذا يقول تقول له كبكون وانت مسلم أشت كبكونها أشي أستفيد منها أقول جزاك الله خير عندما ألتقي به ما أقول له صباح الخير أو أشيك الله سلام عليكم ممكن يقول جزاك الله خير بعدين يقول كبكون مو مشكلة ألفاظ شرعية لابد نأتي بها عند العطاس يقول الحمد لله وهذا يسمعني أو أنتم تسمعوا تقول يرحمك الله أنا أقول يهديكم الله ويصلح بالكم عند التثاوب لابد يغلق ما أفتح هكذا لا يؤمن أحدكم يا أحد خالد خالد يا أخي إذا لازم يونادي الناس هكذا أستاذ عبد القادر هو يقول لهم حتى كما تحب لنفسك تحب لغيرك تحب الناس تعطيك هدية أنت تعطي هدية تبسمك في وجه أخيك صدقة تتبسم في وجه أخيك صدقة قال أنا فقير عبد القادر لا يبتصدق يا أخي بابتسامه يا أخي نعم بالابتسام صدقة بعض الناس عبوس رسع ما يبتسام ما يريد التصدق هل تستطيع أن تصوم السنة كلها ولا تفطر هل تستطيع أن تقوم كل السنة ولا تنام من العشاء للفجر تستطيع تستطيع بحسن الخلق لو حسن الخلق تدرك الذي يصوم ولا يفطر يقوم ولا ينام أجر أيوما أسهل حسن الخلق يا أخي أنت ستتكلم ستتكلم صح هو سيتكلم سيتكلم لماذا لا يخرج الكلام كلام طيب إننا نmic paper ونحن نقل ونتعلم فالأخص لماذا Horse لا يحسن إننا ونحن نقل أن نقل أخص علم إننا إننا سن أخص الإطلاق كيف أن نقل تتكلم كتاب السنة قل والأخص كرق الكرآن ونحن إننا كتاب سن حتى يكون الكلم طي أخص سن الفعل طيب تساعد أخوانك المسلمين لا تؤذي حتى إذا توقفت عن أذية الناس الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر نعم إما تساعد أو تكف الناس من شرك والله أعلم وصلى الله نبيه محمد وصحبه السلام جزاكم الله خير نعم نعم أريدك أن تنبه حال الإمام في التكبيرة الإرام والتسليم الذي نبهت الإمام فيه كمان مهم جداً أن الإمام ينتبه لتكبيرة الإحرام والتسليمتين ما يطيل الله أكبر ما يقول الله أكبر إلا أن لو قال هكذا ممكن معموم دخل في الصلاة قبل الإمام وكذلك السلام يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ما يسلم السلام عليكم ممكن هذا مشى سلم ومشى وكن هذا انصرف قبل الإمام سلام عليكم أكبر ايضاً يتحدث أيضاً مأموم يتحدث أكبر إنه يتحدث مأموم يتحدث إنه ستنى لأنه لا يتحدث إصلاح لا يتحدث تَعَوَ أَضْمِهَا أَضْمِهَا نعم نعم حرق الأموال إذا يحرق إنشان ماله ما حكم هذا لو يأخذ نقود ويحرق يولع فيها النار أشي نقول عنه حرام أو مكروف حرام أو مكروف يحرق المال حرام الذي يشرب الدخان تأتي إليه الشياطين وتبتعد عنه الملائكة هذا مكروف ألا حرام شرب السم لو أحد يشرب السم ما حرام أو مكروف حرام أو مكروف حرام وهذا يسبب أمرار مثل شرب السم كان سوء بوري كماเป็น ساهد تأتي إليه الشياطين تأتي إليه الشياطين كما تبتعد عنه الملائكة كما تبتعد عنه الملائكة لا يوجد دخان من طيبات أو خبائث بوري إنشان ملائكة أو خبائث خبائث حرام ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث أين أحسن مكان يشرب فيه الدخان اسأل من يدخل كلهم يقولوا أحسن مكان لشرب الدخان الحمام كلهم يكون يدخل كلهم يgrown من ط Acho تبتعد عن هطله انصفلي نعم لماذا؟ مش ما تطلب؟ بلا أن الشياطين لم تأتي الصحيصان الشياطين فقشر تريد يشرب المسجد ولا يمكن يشرب المسجد إنساءSh pod jetaron م Bengе ت chatter الإنسان إذا مرض إذا مرض السنة أن حق المسلم على المسلم إذا مرض تأتيه وتزور لكن تزور في وقت الزيارة لا تأتيه في وقت الطعام في وقت النوم في وقت ناول دواء وتأتيه دقائق وتمشي لا تجلس وتأتيه ما تحدث عن الموت تدخل عليه الفرح نعم وتقول لا بأس طهور إن شاء الله سنة يعني هذا المرض يذهب ويطهر الذنوب بإذن الله فإذا مات الإنسان لابد أن تحقق من موت يعني الطبيب يتحقق النومات لكن لا يمكن أن نصنع بدع نصنع بدع بدع الجنائس ما نجتمع في بيت الميت ولا طعام ولا شرام بعض الناس ما يسلم على هذا الميت سنين إذا مات يقول حبيبي أين حبيبك الآن لا اجتماع في بيت الميت يريد عزي عزي في أي مكان في أي مكان نغسل و نكفن ثم نصلي عليه الله أكبر ثم نستعيذ نبسمل نقرأ الفاتحة الله أكبر اللهم صلي على محمد الصلاة الإبراهيمية الله أكبر الدعاء للميت الله أكبر تسليمة واحدة أو تسليمة ثم ندفن تحب الميت إذا كنت تحب الميت لا تجتمع في بيت لا تصنع بدع تحب تصدق عنه أحسن مما تصنع البدع والطهام في البن إبن له مسجد تشتري مصحف أو كتاب ووقفه عن هذا الميت سهدعو لهم أحسن مما تصنع البدع الصدق عن الميت الصحابة رضو الله عليهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر يفترقوا والنصار افترقوا وستفترق هذه الأمة ما سألو عن الفرق الضالل سهدعو عن الفرق الضالل لا تجتمع في البدع لا تجتمع في البدع غير معصوم والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليش أنا مع الجماعات تعرف الشيعة الروافض طالبوا رجل من هذا السنة لتناقشهم رجل فجاء هذا رجل واحد ثم اجتمعوا في مكان الرافضة وهو جاء وحده وعندما دخل أخذ أكرمكم الله عليهم وضع هنا ودخل المجلس قالوا عيب عليك تدخل فينا عليك ضعف الخارج قالوا عيب عليك قالوا عيب عليك الشيعة الروافض سرقو نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سرقو نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تسرقو نعلي لا قالوا أنت كذاب تكذب لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة روافض قال الحمد لله جزاكم الله خير هذا رد عليكم لا يوجد روافضة لا يوجد فرق أمة واحدة نحن أمة واحدة نحن الحمد لله ليك خمطات تدان دنكان وسمع النبي ما يمي شيعة تناسبة نبي لي ما يمي خرم ما يمي قون ما يمي خوف ما يمي خوف ما يمي جامعة تعمل ما يمي جامعة دي هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف نتقرب إلى الله نتقرب إلى الله بشرع الله باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الاستغفار الصلاة الصيام الزكاة العمرة الحاج نعم بالعبادات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع طالب العلم تحفظ القرآن تدرس القرآن تدرس الحديث نعم سؤال الى متى هنا ما شاء الله من قال هذا أنا قل ها أنت رب ساعة يكتب يا الله يكتب شكرا لك لا لا الى خامسة والنصب نقف ربع ساعة تدرس الحديث لو تكتب سرحان يخرج بالتايلندي بالانجليزي بالعربي ما فيه شكرا لك شكرا لك الشيخ وهذا أحسن له. لا يشتري ذهب. إلا كاش يد بيد. يسأل هل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ الله أعلم. أنا أعرف لا يوجد خلاف. نعم. يقرأ الشيء. خلاص انت يقرأ. ما تعرف تقرأ؟ لا لا أول شيء يقول لك قبل تقول لهم. فقال بعد الموت يعني يحتفل بعد الموت بأسبوع بأربعين. لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في الصحابة ولا في التابعين ولا أتبعهم أن بعد أسبوع بعد أربعين بعد سنة احتفال وطعام في بيت الميت. ما هذا كله من كبائر الدرم. أنت لا تحب بالميت إذا تصنع هذا؟ لا تحب ikke. ion إذا كان هاب نعم نفسه سؤال نفسه الحمد لله نعم هناك بدأ نحن لا علينا في من يتكلم نلتمس رضا الله سبحانه وتعالى ما عليك اللي يقول سبوا النبي صلى الله عليه وسلم سبوا الصحابة رضو الله عليهم سبوا الأنبياء والرسل سبوا رب العالمين نعم فأنت يسبوك ما المشكلة نعم أنا أكمل بس أنت ترجم هذا له لا تترجم السواع أنت من أين تبدع انتبه معي يا شاك أي إنسان يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لابد يلحقه أذى الأسماء والصفات لابد نثبتها لله على الوجه الله سبحانه وتعالى نعم نعم فكل اسم والصفة لابد نثبتها لله إذا ثبتت في الكتاب والسنة نعم نعم القرآن والسنة مليء بالأسماء والصفات لا يمكن أن أنكرها ولا يمكن أن أمثل الخالق الكامل بالمخلوق الناقص أقول آمن تصدق سبحانه وتعالى 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 نعم نعم كتبوا شيء خلاص نعم نعم هو قال نحن في طيلان نحن مسلمون وهناك بوزيون نعم أيها أيها وما الحد الذي نستطيع كيف نحبهم أو كيف المعاملة بيننا وبينهم تمام نعم انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين وسط شك بوقت เขาถามว่า เราเป็นมุสลิมในประติดไทย อาศัยกับคนพุทธ และเรามี คอร์เขตแค่ไหน ในการปฏิสัมพันธิกับคนพุทธ ถูกไหม มีปฏิกิรยาได้แค่ไหน รักเขาได้แค่ไหน เชกบอกว่า มนุษย์ผู้คน เมื่อไปคุยในประเร็จเรื่อง ของการมีจุดยืน ต่อผู้ประเด็ดสัดทานี่ ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة يشارك الكفار في الأعياد في الاحتفالات في الطقوس في العبادات تحسب الكافر مثله وقسم يسب الكفار يكسر يفجر يسرق موالهم لا هذا ولا هذا الصحيح الصحيح الوسط لا بد أن ندع الكفار نخاف عليهم من النار لا نكذب على الكفار لا نغش الكفار نقول هذا طريقكم طريق ضلال نخاف عليكم نحب لكم الخير وهو الدخل في الإسلام ندعو لهم نتعامل معهم في البيع والشراء ممكن تكون داعي الله بعملك أكثر من قولك أنت الآن لو كنت مكان هذا الكافر تتمنى أنه أهل الإسلام يدعوك إليه لماذا أنت الآن لا تبدأ بالدعوة كما أنت الآن الكافر ينتظر من كلمة ينتظر منك رشالة ينتظر منك أمانة أدب خلق اعمل هذا آخر شواء ما عليك في هذا المغرب المغرب عنده محاضرة ثانية نعم حكم طواعة هنا أول شي تقولي بعدين نعم حكم طواعة في مثلا ماذا الرئيس الكافر نعم ولي الأم الكافر تمام الآن بلك هذه البلاد نحن دخلنا هذه البلاد على ماذا على السمع والطاعة له نعم 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 أنا أحافظ على النظام لأنه لا يخالف الشرع نعم 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 faze نعم 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 May تتاع عرف الحكومة أننا مع النظام لا نخالف النظام لا نخالف الشرع ماذا صنع مع المسلمين صحيح والدعوة هذه فرصة لدعوة هؤلاء للإسلام ادعو لهم بالهداية لا يوجد عندنا مجالس سرية لا يوجد مجالس تحت الأرض ما عندنا كل شيء فوق الأرض واضح مجالسنا وكلامنا كل واضح أمام الناس لا يوجد شيء تحت الطاولة هنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيخ خير الجزاء كل من كان سببا في قامة هذا الدرس وأسأله سبحانه وتعالى أن يرين الحق حقا وارزغنا اتباعا والباطل أباطل رزقنا اشتنابه والله أعلم والصلى الله عن نبيه محمد والله والصحبه والسلام وجزاكم الله خيرا والصحبه والسلام ترجمة نانسي قنقر